السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكل متابعين ومشاهدين على قناتنا قناة تربية وتسمين الاغنام من الالف الالياء النهاردة هنتكلم عن الموضوع مهم جدا وهو الفطام سئلة كتير بتجيني نفطم عمر قد ايه نفطم الموليد بعد شهرين بعد ثلاث شهور بعد اربعة شهور فاحبي ننزل الفيديو ده اسمع الفيديو ده كويس مظبوط عشان تعرف ازاي تتعامل مع الفطام وتعرف المعاد اللي انت تفطم هو الفطام عموما عموما الفطام المفروض ما يقلش عمره عن ثلاث شهور لا يقل العمر عن ثلاث شهور المفروض الفطام لا يقل العمر عن ثلاث شهور طب امتى لو عاوز افطم ممكن افطم قبل ثلاث شهور ممكن تفطم قبل ثلاث شهور ممكن افطم بعد ثلاث شهور ممكن تفطم بعد ثلاث شهور ممكن تفطم قبل ثلاث شهور ممكن تفطم بعد ثلاث شهور طب امتى خطر امتى اختر اسمع الفيديو هتعرف انت تحدد بنفسك. عظفتم قبل التلات شهور هعمل ايه? عظفتم بعد التلات شهور هعمل ايه? اول حاجة لازم تعرف ايه معنى كلمة فطام? معنى كلمة فطام ان انت بتمنع المولود من الرضاعة من الام خلاص نهائي. يصبح معتمد اعتماد كل في غزاه على الاعلاف. سواء اعلاف خضرة مراعي يعني او اعلاف جفة. سواء اعلاف خضرة او اعلاف جفة. المهم بيمتنع عن لبن الام. طيب لازم تعرف برضك عشان تعرف. تفطم وتعرف ايه اللي بيحصل مع المولود في خلال فترة الرضاعة. مثلا هنا افترض ان هي التلات شهور. في خلال فترة الرضاعة اول شهر او اول تلات اسابيع من عمر المولود اول تلات اسابيع يعني الاعمار اللي حين شايفنا دي تتروح شهر تقريبا. في حدود الشهر في اكتر من شهر. في يعني من شهر وفوء تقريبا. اااا عمر 30 يوم متوسط عمر 30 يوم الخروف بيعتمد شبه اعتماد كله على لبن الام بيعتمد اعتماد شبه كله على لبن الام فبالتالي ماينفعش فطام عمر شهر طب انا لو حصل وعملت فطامت عمر 30 يوم الخروف معتمد حوالي 100% خليه الخروف جع شوية في الثلاث اسابيع وبدأي دور على الاكل اعتمد 10% على الاكل يعني خليه 90% لبن و10% اعلاف وجيت من يوم وليلة فطامتوا عن امه مفيش رضاعة خلاص يبقى كده الخروف لسه معدته متعودتش على الاعلاف معدته معتمدة اعتماد كله على غزاء معتمد والمعدة شغالة على اللبن الحليب فازاي مباشرة ننتقل من حليب من يوم وليلة الى اعلاف بنسبة 100% الخروف مش هيطلع هيجوع هيحصل لهزال ضعف جديد هيكل من شدة الجوع عشان ما يموتش بعد ما يأكل ويبدأ يوفي احتياجات الجسم من العلف يكون الخروف مرة عليه على الاقل 20-25 يوم هزال ضعف جديد جدا 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 وبالتالي بيطلع الخروف بنسميهنا في مصر فرزة سردة ما بيطلعش كويس معدل تحويله ضعيف جدا منعته ضعيفة جدا امراض الدنيا بتجيله فده بيكون خروف فاشل في التسمين لو فطمته بدري طيب بعد شهر ونص بعد شهر ونص الخروف بيكون معتمد حوالي 70% 75% 70% حوالي على اللبن الحليب و25% تقريبا بدأ يأكل لسه بردك معتمد اعتماد كله على اللبن لو فطمته هيرجع بردك هيضعف هيضعف الخروف وهيمر بمرحلات الوزال طب عمر شهرين عمر شهرين بيكون الخروف تقريبا معتمد اعتماد يعني اكتر من نص التغذية على العلف يعني ممكن يكون معتمد 60% على الاعلف طبعا راجع بردك لبن لو بحنا بقوله الام المثالية فيها لبن كويس فيها كمية لبن كويس مش ام ضعيفة ام ضعيفة ممكن شهر واحد ولبن هينشف وغصبا عنه المولود يتفطم اجباري وبيضي يطلع هزير وضعيف جدا انا كان بكلم عن الام المثالية ام كويسة فيها كمية لبن كويسة وصحة كويسة فبالتالي عمر شهرين الخروف ممكن يكون معتمد حوالي 70% على الاعلاف و 30% او 35% على اللبن فبالتالي الفطام برضك معتمد اعتماد كمية كبيرة يعتبر على الاعلقة على اللبن فيه كمية يعني لا بأس بيها فبالتالي عمر شهرين لو جد تفطم يتفطم يتفطم بس مش اي حد هيعرف تطلع عمر شهرين لو عمر 60 يوم تفطمه مرة واحدة كده هو معتمد 70% بس او 75% على العلف ولسه فيه 25-30% على اللبن لازم بيمر بمرحلة رجوع لو انت عرفت تعمله العلفة المصبوطة والرعيات المصبوطة وعلفة موزونة هيمر بمرحلة سكون بمعنى مش هيزيد يعني اول اسبوع 10 ايام مش هتلاقي زيادة مثلا الفطمته عمر شهرين وزنه 15 كيلو مثلا 16 كيلو بتلاقي سابت مستقر اسبوع 10 ايام اسبوعين ده لو انت عملت العلفة المصبوطة بيحصله عملية استقرار بحيث لسه على مجسمه يعوض فقد اللبن يعوض اللي هو نقص التخزيع ده بيخش يبدأ يجيب العلفة الزيادة اللي نقصاه وتبدأ نفسه تتفتح للعلفة يبدأ زاد صدمة الفطم طبعا انه بعد عن امه وهو لسه معتمد على جزء كبير من امه على امه يعني في اللبن فبالتالي بيحصله صدمة شوية لو انت عرفتك مصبوطة وعندك خبرة كويسة في الرعاية هيستقر الوزن اسبوع 10 ايام اسبوعين وبعد كده يبدأ يزيد تمام انت مطلع موادل تحول كويس برضك اما لو انت رعايتك وحشة فاضمن ان الخروف هيتضمر معاك وعرفتك وحشة اضمن ان الخروف من 15 ممكن ينزل ل 12 كيلو زاد هزال وضعف جديد وامراض ومشاكل كبيرة بعد كده فما فيش خبرة منصحكش تفتم اقل من 3 شهور 3 شهور بيكون شبه اعتماد اعتماد كل على العلف خلاص لو مفيها لبن بسيط 5% 10% مش هتعمل له ومش هتأثر فيه فطمته مرة واحدة مفيش اي مشكلة مش هيحصل اي حاجة عادي جدا طفطمه مرة واحدة مفيش اي مشكلة ولكن هل ممكن نرضى بعد 3 شهور يرضى طبعا بعد 3 شهور كان عندي خروف وعمره حوالي 5 شهور او 6 شهور وزنه على الميزان 41 كيلو وزنه على الميزان 41 كيلو لكن عمره كان حوالي 5 شهور وكان بيرضع من امه لغاية مندبة وهو 41 كيلو وكان بيرضع من امه امه ما شاء الله كان فيها لبن ياما وفضية معشرتش ما حملتش فما فيش اي مشكلة بيفضل يرضى عادي وزنه 50 كيلو وبيرضع من امه 60 كيلو بيرضع من امه ما فيش اي مشكلة خروف بيندبح لحم وبيرضع من امه ما فيش اي مشكلة عادي جدا بس خروف زادا يتفط مرة واحدة ما فيش منه اي مشكلة لأنه معتمد على العلف ده هو شوية لبن كده بيكون معتاد على كده أمه ما نشفتش من اللبن فيها لبن هو بيرضع فكذلك الطبيعة لو غنب مثلا زي كده وفيها الكابش معاه سيبه يرضع براحته سيبه يرضع براحته الأم حملت على طول 40 يوم بعد الولادة وحملت يبقى هتردعه شهرين شهرين ونص بعد الحمل يعني فيه شهر شهر ونص يعني هيردع حوالي 3-4 شهور وهتفتمط طبيعي الأم هتفتم ابنها طبيعي ليه بعد الشهر الثالث لبنها بيخف وهي متفتم طبيعي ما بتخليش ابنها يقرب منها في الرضع طرح ما مسكت عشر فدي كده إن شاء الله تكون فهمت موضوع الفطام وإيه اللي بيحصل في الفطام عشان تعرف تفتم الموليد عندك وتكون بصحة كويسة ما يحصلش رجوع لها ما يحصلش تدهور في صحتها وتطلع معاك خرفان كويسة ومعدل تحويل مضبوط وفي النهاية طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته